اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل هذا المشكل الخاص بك على تطبيقك الخاص واتساب سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها لك في أن نقوم بالضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزل إلى الأسفل نأتي إلى هنا إلى يعني نقوم بالنزل نقوم بالضغط على التطبيقات ثم بعد ذلك نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة نقوم بالانتظار كي يقوم بالفتح معنا ثم بعد ذلك سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل للبحث عن تطبيق واتساب هنا نقوم بالضغط عليه ثم سوف يقوم بأخذنا إلى نافذة هذه النافذة نقوم بالضغط على إيقاف إجباري يكفي أن تضغط على موافق بعدها تضغط على مكان التخزين ثم تضغط على مسحى البيانات وبعدها مسحى التخزين المؤقت ثم سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا لا تنسوا الشراك وتغط على السر لايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله